دعنا نذهب إلى التصريحات أو التويتات التي كتبها خامنئي على تويتر بعد اكتشافه الحادث كما سيورد على الشاشة الآن خمس تدوينات الأولى يقول فيها سوف يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد مخبر وفق المادة 131 من الدستور منصب إدارة السلطة التنفيذية وهو مكلف بالتعاون مع رئيسي السلطة التشريعية والقضائية لترتيب إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية الجديد في خلال مدة أقصها خمسون يوما إنني إذ أعلن حدادا عاما يستمر خمسة أيام أتقدم بالعزاء من الشعب الإيراني العزيز لقد التحقت بالرحمة الإلهية في هذا الحادث المرير شخصيات بارزة مثل حجة الإسلام آل هاشم وإمام الجمعة في تبريز وجناب السيد أمير عبداللهان ووزير الخارجية المجاهد والنشيط وسائر المرافقين ورئيسي العزيز لم يعرف معنى للتعب ولقد كان صلاح ورضى الناس الذي يحاكي الرضى الإلهي مقدما على كل شيء بالنسبة إليه برأيك هل هذه الكلمات نستطيع أن نفهم منها ماذا برأيك التغريدة التي لم يقلها ولم يكتبها علي خامنئي استطيع أن أفترض وجودها افتراضا من مخيلة خامنئي نفسه وغرد وقال بأننا اليوم استرحنا من أهم عائق يبعد ابني المجتبة عن موقع الولي الفقيه وبعد أن استرحنا نستطيع الآن أن نطرح بنود الدستور وأن نعمل وفقا للدستور الإيراني وأن ينوب عن رئيسي محمد مخبر وبعد ذلك تجرى انتخابات خلال خمسين يوما والأمور تجري بمنتهى السلاسة لكن السؤال المطروح دوما هل فعلا ستكون الأمور سلسة للقيادة الإيرانية؟ لا أظن ذلك حتما سوف تتفجر مفاجأة هنا أو أخرى هناك أو تحقيق ربما دولي أو ربما محلي من قبل ناقمين من قبل من تلمس بأن هناك من تعمد قتل رئيسي وفريقه أنا لا يفوتني دائما أن أستحضر فكرة ماذا يفعل وزير الخارجية بهكذا رحلة؟ هم ذاهبون ليدشنوا سدا أو سدين ما بين إيران وأذربيجان فلماذا لا يذهب وزير الزراعة مثلا والصناعة والمواصلات والموارد المائية وما إلى ذلك؟ لماذا يذهب وزير الخارجية الذي تحتاجه دائما إيران إيران التي تتفاوض اليوم مع الأمريكان فيما يتعلق بإمكانية تحييد إيران عن الصراع الموجود حاليا في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين؟